الأبراج اليومية الثالث من ديسمبر 2023 الأحد سيكون يوم الأحد يوما مليئا بتقلبات الحياة ذات الطبيعة المختلفة تماما بشكل عام يتميز هذا اليوم بعدم الاستقرار العاطفي والعقل والروحي والذي سيتعين على الجميع محاربته وفقا لقدراتهم ورغبتهم في النمو كشخص سيكون هذا يوما غير مناسب ومعقدة للعلاقة مع النساء لا يتم استبعد يوم الأحد تقلبات المزاجية المتكررة التي يمكن أن تسبب مشاكله في الحب والصداقة والعلاقات الأفسارية قد تنشأ ظروف خلال هذا اليوم تؤدي إلى تغيرات غير متوقعة أو انتقالات إلى منزل آخر أو إلى مستوطنة أخرى أو إلى أسلوب الحياة لا يستبعد اليوم حدوث المشكلات في الكهرباء أو الإلكترونية أو الانترنت أو التكنولوجيا ومن الممكن أيضا أن تؤدي الأحداث في المجتمع أو البلد أو العالم إلى تعطيل استقرار الأسرة أو المنزل أو الاستقرار المالي بطريقة ما بقيه الثمانية هو عشرين يوما حتى نهاية العامة الثالث من ديسمبر هو اليوم العالمي للأشخاص ذو لاعقه في ميكينيك ووضع خطط لإجراءاتك المالية في الأسبوع الجديد يوم الأحد من المحتمل أن يكون هذا بسبب توقعاتك المتعلقة بأحداث معينة أو تلقي مبالغ مالية مختلفة لا تتجاهل المشاكل أو الصراعات الصغيرة في منزلك اليوم بعض الأحداث هذا اليوم استتبعات تطورها الخاصة وليس رغباتك فهناك خطر من أن تخطأ في شيئا ما وتقع في نوع من الفخ والمكائد وحتى التعامل مع المشكلات التي نشأت بسبب عدم التفكير وتسرع في الكلمات وتعليقات فستشعر بالتوتر اليوم ستزعجك أشياء كثيرة ولن يكون تطويرها أو حلها بين يديك فستعين عليك اليوم توخيل حذر في المحادثات أو التصرفات المتعلقة بالأشخاص الذين احتربطك بهم علاقات معقدة أو الذين ستقابلهم اليوم لأول مرة يوم الأحد سيكون لديك ما يكفي من الطموح للغى التزام بمهمك غير المكتملة من الأيام السابقة يوم الأحد سوف ترغب في تصفية بعض الالتزامات المالية لكن خياراتك اليوم ستكون محدودة تجنب اتخذ القرارات المهمة المتعلقة بالمستندات المالية حيث أن التغييرات قادمة على هذه الخطة سيكون مزاجك سلبيا إلى حد ما هو سيكون من الجيد العمل على ذلك فسيكون يوم الأحد يوما مناسبا للسفر لمسافة قصيرة أو أطول فسوف تطير أفكارك في اتجاهات مختلفة وكذلك أفكارك بشأن أفعال محددة يمكن تذكر هذا اليوم بحدث مهم يتعلق بمن تحبه فسيكون يوم الأحد يوما مناسبا للحب ولكن لأولئك الذين يعرفون كيفية تقديره وعدم التحكم فيه وفقا لرغباتهم وتوقعاتهم فسيكون يوم الأحد بالنسبة للكثيرين يوما مستحقا للإسترخاء والراحة اليوم هو الوقت المناسب لأخذ نفسي عميق والاستمتاع بما لديك والتخلص من بعض المخاوف قد يكون للأخبار السارة أو المشاعر غير المتوقعة اليوم علاقة بشخص لا يعيش في منزلك فقد تستمتع اليوم بنجاح أو بأخبار جيدة تتعلق بتصرفاتك وفكارك وخطك السابقة كما كتبت من قبل حاول أن تترك همومك خلفك سيتمكن البعض منهم حقا من إيجاد الحل الطبيعي دون تدخلك فمنال جيد اليوم تجنب التناقضات اليوم يمكن أن يكون الأشخاص من حولك أكثر حساسيتي بكثيرا مما تدرك اليوم والذين سيكون لديهم يوم عملا عادي سيكونون قادرين على الاستمتاع بالنجاح الحقيقي أو الرضا عن الأداء الجيدة أو المبيعات الجيدة بشكل عام هذا يوم لبناء أشياء مهمة في حياتك تعتبر من أولياتك في هذا الوقت فسيكون من الجيد يوم الأحد أن تقضي معظم يومك في الراحة والتأمل والأنشطة الممتعة المختلفة وبالتالي أولا وقبل كل شيء توف تكون قادرا على محاربة بعض الدول المتشائمة أو الحنين أو الاكتئاب تحدث اليوم مع الأصدقاء الذين لديهم طاقة إيجابية ويحبون الضحك والنكات يمكن أن تكون حياتك الشخصية ممتعة للغاية إذا أظهرت قوة الحب الذي تكنه لشخص معين فستشعر اليوم بخيبة أملا بسبب عدم قدرتك على تحقيق فاكرتك أو رغبتك أتمنى لكل واحد منكم الصبر فإن مفاجأتنا اليوم بالنسبة لك ستكون بطريقة أو بأخرى مرتبطة بعائلتك أو أحد أقاربك فكن حذرنا اليوم تجنب تجمعات الصاخب وزيارات إلى أماكن غير مألوفة ورياضات متطرفة وغيرها من التصرفات والمواقف الخطرة ترجمة نانسي قنقر